الله أكبر الله بدموع لا تكاد أن تنقطع ودعت هذه العائلة ابنهم علي والذي كان يحاول الهجرة إلى أوروبا باحثا عن فرصة عمل بعد أن يأس من الحصول على حقوقه في بلده لتنتهي حياة علي على الحدود التركية اليونانية أنا أبو علي أتبير ابني أتبير هذا موالي 96 خلص دراسة معهد محاسبة صار لثلاث سنوات ماكو تعيين ماكو عمل فرص عمل ماكو تعيين ماكو ضل هنا يشتغل فترة راح لترك يشتغل فترة يعني ورد رجع ورد يشتغل هنا ورد رجع فقال لي بابا أريداني أريد أكون مستقبلي قلت لي يا ماشي تكون مستقبلك هنا أعيش مياه قال له بعدين صار على أنه يعني هاجر فراح طريقة فهاجر بالطريقة وراح بقى يومين طلعت يمشون بالغابات وبعدين لزمتهم والشرطة البلغارية ورجعهم للحدود وبعدين بالطريق بصعوبة ومطار وجوع وعطش وخصة حياتي هنا ونتمنى من الشباب كل الشباب هذا طريق صعب وطريق موت وأتمنى منهم أنهم ما يروحون بهذا الطريق هنا فرص يحاول لو ما يشتغل هنا وما يعمل هنا فيقدر يدبر أحسن من ما يروح ذوي الشاب علي روى قصة هجرة ابنهم داعين الشباب لعدم الهجرة خارج البلاد طاردتهم القوات التركية واثناء المطاردة هو عند عملية مضاعفات فالدنيا تمطر بليل فما أدى إلى أنه وقف قلبه وسلمها بس ما كان هناك تعاون من القوات التركية أنه رأفتهم ورحمتهم بهذه الشباب أنه بدأوا يطاردوهم وقسم العدوم كاتليهم يعني يعني ضرب مبرح وضرب أنه حتى ملابش ما أخذيها ذهب باحثا عن الحياة وعاد مفارقا لها فرغم ناجاته من قوارب الموت ومخاطر البحر فارقته الحياة بسبب التعنيف والتعذيب الذي تلقاه على يد حرس الحدود اليونانية التركية من محافظة صلاح الدين عبد العزيز المعتز قناة دجلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر